بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله للمؤلف وغفر الله شيخنا وبارك فيه ونفع فيه اعلم أرشرك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا هذه قراءة في ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النسخة المعتمدة النسخة المعتمدة قراءة هي متون طالب العلم للشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم يموم الخطيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والشرح هو شرح العلامة شيخنا الشيخ بن عثمين رحمه الله رحمة واسعة قال المات رحمه الله المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين اعلم بدأت معنا وتقدم الكلام عليها وتكلمنا عن مراتب الإدراك وتكلمنا عن العلم طيب أرشدك الله أرشد فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بكاف الخطاب وهي ضمير مبني على الفتح في محل النص مفعول به والله فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره والرشد أو الرشد هو الاستقامة على الطريق الحق الرشد الاستقامة على الطريق الحق ومنها يسمى نقول هذا رجل رشيد هذا رجل رشيد والطاعة هي موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور هذه والطاعة أن يكون الإنسان مطواعا بمعنى أن يفعل ما أمره الله به امتثالا رجاء الأجر من الله عز وجل وأن يحذر ما نهاه الله عنه امتثالا خوفا لعقاب الله تبارك وتعالى هذه هي الطاعة هذه هي الطاعة الحنيفية هي الملة هي الملة المائلة الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل نقول فلان حنيف يعني مائل عن الشرك متجه إلى الإخلاص لله عز وجل توحيدا وهذه المادة الحنف والخنف والجنف كلها تدل على الميل الحنف والخنف والجنف كلها تدل على الميل الخنف الميل في اللفظ نقول فلان أخنف يعني عنده ميل فين عنده ميل في اللفظ نتيجة للميل في أنفه حتى يقول فلان أخنف في ألفاظه طيب والجنف هو الميل في الوصية فمن خاف من موص جنف أن يميل وأن يحيف في الوصية والحنف هو الميل في العقيدة هو الميل في العقيدة العقيدة فأن يكون مائلا عن الشرك متجها إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى قال أعلم أرشدك الله لطواتي أن الحنفية ملة إبراهيم ملة إبراهيم يعني ما هي الملة الملة هي الطريق الديني التي كان يسير عليها نبي الله ومن هو إبراهيم إبراهيم هو خليل الرحمن صاحب الأوليات أول من ألقي في النيران وأول من ضيف الضيفان وأول من قدم ابنه للقربان هذا هو إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا وكان خليلا الرحمن هو والنبيون عليه أفضل الصلاة وتم التسليم ولما قال أن تعبد الله وحده أن تعبد الله هذه خبر أن لأنه هنا قال اعلم أرشدك الله لطواتي أن الحنفية ملة إبراهيم أن الحنفية هذه مبتدأ أين خبرها هذا المصدر المؤول أن تعبد الله هذه الجملة هي خبر أن يعني أن الحنفية هي أن تعبد الله والعبادة بمفهومها هو التذلل محبة وتعظيما التذلل الله عز وجل محبة وتعظيما فأن تأتمر بأمره وأن تجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه هذا المفهوم العام العبادة لها مفهوما مفهوم عام مفهوم خاص المفهوم الخاص وضحه شيخ سبن تيمي رحمه الله قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والرجاء والتوكل أعمال القلوب أعمال الظاهرة كالزكاة والصيام والصلاة والحج وغير ذلك من شرائع من شرائع الإسلام من شرائع الإسلام قال مخلصا له الدين ما هو الإخلاص إفعال من التنقية نقول هذا عسل خلص وهذا رجل خلص يعني منقى قال الله عز وجل في يوسف وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المتقين من عبادنا المخلصين وفي رواية من عبادنا المخلصين فجمع الله له اسم الفاعل واسم المفعول أخلص في نفسه وأخلصه الله عز وجل له فهذا هو الإخلاص إفعال من التنقية طيب ما هو مقصودها الإخلاص أن تقصد بعباداتك الله عز وجل أن تكون ناجيا من الرياء هذا هو الإخلاص ولذلك يقول السلف أخلص لتتخلص وإن ما يخاف على المسلم هو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما هو يا رسول الله قال الرياء قال الرياء فالإنسان الآن يقع فيه من أعمال الرياء ما الله عز وجل به به عليم فيريد بأعماله وجوه الناس ولذلك من تعلم العلم ليماري العلمة ويجاري السفهة ألقاه الله في جهنم وما أجمل ما قال السلف رحمهم الله يقولون كلاما جميلا وكلاما ماتعا قال الشاطبي في الاعتصام لا يزالون أهل السنة في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار وبذلك يضاعف لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الله الثواب العظيم الشيخ الفوزان يقول لا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلا بالعلم النافع إلا بالعلم النافع فأنت تريد به وجه الله تبارك وتعالى وأن تكون فيه مخلصا ويقول الشيخ ساب التيمية في جامع المسائل ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة العبودية فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل لذلك ينبغي للمسلم دائما أن يجاهد نفسه في مسألة الإخلاص هذا هو الذي يدخل على الناس هذا هو الذي يدخل على الناس أشر ما يدخل على الناس وأشد ما يدخل على الناس هو الرياء ولذلك يقول أهل العلم من بعد السلف قال أشد ما كنت أدافع هو نيتي أشد شيء أدافعه هو هو نيتي إن الإنسان يصاب بهذه النية فيصلي يجمل صلاته من أجل الناس يجمل صلاته من أجل الناس يصوم لكي يقال يحج لكي يقال يدعو إلى الله عز وجل لكي يقال يتقفر طلب العلم لكي يقال ولذلك قال الإمام الغزالي وغير واحد طلبنا العلم لأنفسنا فآبى الله إلا أن يكون العلم إلا أن يكون العلم له إلا أن يكون العلم له فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه المسألة من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها وأن يهتب لها وأن يأخذها على حال في هذه الدنيا مسائل إخلاص أطلنا فيها الكلام لماذا؟ لأن هذا الذي نحن نقع فيه هذا الذي نحن نقع فيه أغلب الناس الآن هو مبتلى بماذا؟ مبتلى مبتلى بهذا الأمر مبتلى أنه ما عند إخلاص لله عز وجل في كثير من أعمالهم في كثير من أمورهم يريد ثناء الناس يريد ما عند الناس يريد أن هم هؤلاء متى أثنوا عليه استمر في العمل لذلك يقولون أيها الناس إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرجاء ولم يحزن لشقاء ألا وإن الله تعالى خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويابتلي ليجزي وإنها لسريعة في ذهابها وشيكة الانقلاب فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة في طامها وهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها ولا تسعوا في عمران دار وقد قضى الله خرابها ولا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابها فتكون لسخطه متعرضين هذا كل كلام يقال في ماذا كل كلام ده في الإخلاص كل هذا الكلام في الإخلاص فلابد أن تجدد نياتك وكما قال السلف ما علجت شيئا مثل ما علجت نيتي إنك تتعلم العلم لله عز وجل ليس لكي يقال الشيخ فنان ذهب الشيخ فنان أتى يا أخي المبارك ستخلع كل هذه الألقاب مع أول خروج روحك سينسى الدكتور والعلامة والمحدث والمهندس والطبيب ويقال أين الجثة أين الميت أين ذهب الجثة زرت المريد دفنت الجنازة وهكذا كل هذا يخلع منك وتأمل في عمر رضي الله عنه وأرضاه أول ما حضرته سكراته الموت قال لعبد الله استأذن على عائشة أم المؤمنين ولا تقول لها إن أمير المؤمنين يستأذنك قل بس عمر يستأذنك أن يدفن إلى جوار صاحبيه إلى جوار إلى جوار صاحبيه ولذلك ينبغي الإنسان أن يخلص أن ينقي نفسه وأن يقصد بعبادته ربه تبارك و وتعالى أن يقصد بعبادته ربه تبارك و وتعالى حتى يصل إلى دار كرامته فلا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا ولا نبيا مرسلا أكمل وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون نعم إذن الله تبارك وتعالى وبذلك هذا الضمير يرجع إلى الحنيفية التي هي عبادة الله عز وجل آمر الله عز وجل جميع خلقه ثم الساق المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك على عدتي في كتبه يسوق قرآنا وسنة من أقوال السلف فأتى بهذه الآية السادسة والخمسون في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي قراءة سبعية عشرية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليعبدوني ما معنى يعبدوني يعني يوحدون يعبدون هنا معنى يوحدون وليس كما قال بعض الناس يعبدون بمعنى يعرفون لأن الناس يعرفون ربهم تبارك وتعالى ولئن سألتوا من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله إنما المقصود هنا يعبدون يعني يوحدون ولذلك يعقوب الحضرم من أصحاب القراءة العشر أثبت لياء وصلا ووقفا أثبت لياء وصلا ووقفا ويقول ليعبدوني وهنا الجملة مستثنات منفية مستثناء بإلا ومن في بما تدل على الحصر والقصر الحصر والقصر الحصر والقصر نعم وهنا العبادة هنا نوعان عبادة كونية وعبادة شرعية العبادة الكونية الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبادة القهر هذه هي العبادة الكونية أن الخلق كلهم مقهورون لله تبارك وتعالى خاضعون الله تبارك وتعالى تشمل مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم والنوع الثاني العبادة الشرعية وهي الخضوع لأمر الله الشرعي وهذه خاصة الأولى عامة نعم وهذه خاصة لمن أطاع الله تبارك وتعالى وهذه خاصة لمن أطاع الله تبارك وتعالى وتعالى واتبع ما أتى به الرسل قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى فأضافهم إليه إضافة التشريف إضافة التشريف وأيضا العبادة الكونية لا يحمد عليها الإنسان لأنه بغير فعله لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر عند البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه لماذا؟ لأنه امتثل أمر الله عز وجل ففعلهم وامتثل نهيه فحذره وتركه فضل شيخنا بالنسبة للعبادة الكونية هل هي نفس الإرادة الكونية؟ هل هي نفس الاسم؟ الإرادة هو ما أراده الله تبارك وتعالى تكون من الله عز وجل أما هذه تكون من المخلوق خضوع المخلوق لله عز وجل وهذه إرادة الله نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية ويريد الذين تبعون الشهوات أن تميلوا مينا عظيمة فهذه الإرادة الكونية وهي وجود الخير والشر أراده ولم يحبه تبارك وتعالى ولكنه يقع من الناس والصلاة إرادة من الله عز وجل أرادها وأحبها وشرعها تبارك وتعالى فتكون مثل هذه هذه إرادة كونية وهذه إرادة شرعية من الخالق عز وجل وهذه عبادة الكونية من المخلوق للخالق من المخلوق للخالق نعم وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة نعم التوحيد وحد يوحي توحيدا هو مصدر وحد يوحد توحيد على وزن تفعيل يعني جعل الشيء واحدة يعني جعل الشيء واحدة وهذا لا بد له من ركنين التوحيد لا بد له من ركنين النفي والإثبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نفي إلا الله إثبات فيلف الباري عز وجل الحكم عما سوى الموحد وإثباته له تبارك وتعالى وأيضا من أمثلة ذلك أننا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى ويثبتها لله وحده عز وجل وفي المعنى الشرعي الاصطلاحي عرفها المؤلفها هنا فقال إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة وهذا خلاف لمن يقع من أهل البدع فيقولون التوحيد هو أن تخرج اليقين الفاسدة من قلبك إلى اليقين الصالحي أن الله هو الخالق الرازق المدبر نقول هذه ربوبية وليست ألوهية أما الألوهية إفراد الله بالعبادة لا إلهة بعض الناس يقول لك لا معبود إلا الله نقول هذا تعريف ناقص ولابد للتعريف أن تكون جامعة مانعة لابد للحدود أن تكون جامعة مانعة لأن هناك ما يعبد من دون الله عز وجل من يعبد الأحجار والأجعر حتى يعبدون النملة والضفاضعة إلى غير ذلك لكن نقول لا معبود بحق لأن هناك معبودات بباطل ولابد للتعريف أن تكون مانعة جامعة وأن تكون فيها المحترجات والمحددات فلما قلنا لا معبود بحق احترازا مما يعبد بغير حق أي أن الله عز وجل وحده لا نشرك به شيئا لا نبيا مرسل ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق بل يفرد الله عز وجل بالعبادة حبا وتعظيما ورغبة ورهبة وهنا مراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من الناس الناس هذا الذي حدث فيهم الإخلال هو في توحيد الله تبارك وتعالى وهناك تعريف أعم للتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وأنواع التوحيد ثلاثة وهناك بعض الناس يقول لك إن أول من ابتدع ذلك ابن تيمية نقول هذا كلام باطل ذكره الطبري في تفسيرهم وذكره ابن بطة وذكره اللالاكائب وذكره جلة أهل السلف هذه الأنواع الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة وأفرت فيها الشيخ عبد الرجاق العباد كتابا ماتعا بعنوان القول الشديد رد على منكر التوحيد أيها في الرد على منكر أنواع التوحيد كتاب في بضع وخمسين صفحة كتابا جميلا ماتعا ينبغي لطالب العلم أن يلم به لكي يرد على الفرية التي تقول أنكم أنتم ابتدعتم هذه الأشياء الثلاثة ونقول هذه موجودة وأنواع التوحيد توحيد ربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير وهذا دليلها الله خالق كل شيء وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو انظر من عجيب هذه الآية أنها جمعت النوعين معا هل من خالق غير الله هذا توحيد ربوبية لا إله إلا هو توحيد ماذا توحيد الإلهية أيضا قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هذا إثبات الملك لله عز وجل وقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا هو توحيد ربوبية وأدلة كثيرة نوع الثاني توحيد الإلهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا يتخذ الإنشان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه فلا يأخذ معه لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا صاحب ضريح لكي يتقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسهم ووصف به نفسهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهنا مراد المؤلف هنا توحيد الإلهية هنا مراد المؤلف وتوحيد الإلهية لأن هذا هو الذي ضل فيه المشركون الذين قتله النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الذي من أجله جعل سوق الجهاد وفصل بين العباد في سبيل الضلال والرشاد فجعلت الجنة للطائعين وجعلت النار لهم العصاة والمجرمين وجمع الله تبارك وتعالى الأنواع الثلاثة أعني الإلهية وربيه ورسمه الصفات في آية واحدة احفظوها وعوها الآية الخامسة والستون في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي حل تعلم له سمية فين توحيد ربيه هنا رب السماوات والأرض أين أول أولهية فاعبده فارده بالعبادة والأسماء والصفات هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين ومن أخلى بهذا التوحيد يعني توحيد الإلهية فهو مشرك كافر وإن أقر بالربوبية والأسماء والصفات فمن أخلى بتوحيد الإلهية مشرك كافر وإن أقر بتوحيد ربية والأسماء والصفات ثم يضرب الشيخ على ذلك مثلا أعني الشيخ بن عثيمين قال لو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد رببي قل له من خلق السماء ويقول لك الله والأسماع والصفات يثبت ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبهم أو ينذر له قربانا يتقر به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار قال الله عز وجل إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهذا التوحيد أعظم ما أمر الله به لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك قال الشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه الماتع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب قال والإنسان في هذه الدنيا على ثلاثة حقوق حق لا يغفره الله وحق لا يغادر الله منه شيئا وحق يمحوه الله عز وجل أما الحق الذي لا يغفره الله هو الشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحق الذي لا يترك ولا يغادر منه شيئا حقوقك في ظلمك للناس فإنه يقتص منه يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردر أتينا بها وكافى بنا حاسب والنوع الثالث هو الذي الله عز وجل يغفره ويتجاوز عنه هو ظلم الإنسان لنفسه فإنه بالتوبة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا قال الله عز وجل الآية 114 في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين نعم وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال الشارح أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل وهذا الذي قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله وحق لا يغفره الله اللي هو من مات مشركا لابد فيه من التوبة والتوحيد لابد فيه من التوبة والتوحيد ولذلك قال ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يربسوا إيمانهم بالظلم الآية فشق ذلك على الصحابة قالوا من منا لم يظلم يا رسول الله نفسه قال أما سمعتم إلى قول الرجل الصالح إن الشرك ظلم عظيم سورة لقمان فهذا هو المقصود الظلم العظيم هو الشرك والله عز وجل قد وصفه بالإثم العظيم والافتراء المبين قال تعالى في سورة النساء ومن يشرك بالله فقد افتر إثما عظيما ووصفه الله عز وجل بالضلال البعيد فقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا والله عز وجل توعد صاحبهم بأن الجنة عليه حرام وأن النار هي مأواة وأنه من الظالمين الذين ليس لهم في الآخرة أنصار فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والله تبارك وتعالى توعد أنه لا يغفره أبدا هذا الذنب الذي لا يغفر كما قال ابن قيم في الوابل الصيب إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خالقك أن تجعل الله ندا وهو خالقك ومن جميل الإمام البخاري رحمه الله وهذا حديث متفق عليه جعله في كتاب تفسير القرآن في باب قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون والإمام مسلم رحمه الله جعله في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله يرحمكم الله كما رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصار الخزرج رضي الله عنهما قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وهذا دلالة على أن المشرك مآله إلى النار وهذا حديث عند مسلم وعند البخاري من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل النار فهذا وعيد شديد للذين يذهبون إلى القبور والأضرحة فيدعونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون عندها ويستغيثون بها إلى غير ذلك نحذرهم بهذه الأحاديث واضحة الدلالة واضحة البيان واضحة المعاني والمصنف رحمه الله استدل لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فالله عز وجل أمر بعبادته ونهى عن الشرك به وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص هذه تقسيمات مهمة هذه التقسيمات تقسيمات جدا جدا مهمة نريد أن نبينها والشرك في هذه الآلة التي ذكرناها آنفا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله والأمر الأصل فيه الوجوب كما قال ابن آج الروم ومعناها هنا أن إفراد الله بالعبادة واجب لا استحبابا ولا ندبا ولا تشركوا به شيئا اللاهن ناهية ولذلك أتت إلى الفعل المضارع وهو من الأفعال الخمسة فجزمته بحذف النون والنهي الأصل فيه التحريم ولم يصرف صارف حتى نقول إن الشركة مكروه إن الشركة مكروه مكروه فكلها أن الشركة هنا محرم لم يصرف صارف النهي حتى أتي إنسان يقول لك لا وأعاد لوحنا نتقرب إلى إلى الله ما نعبد منه ليقرزبون إلى الله زلفا فأمر الله عز وجل أمرا واجبا بإفراده بالعبادة ونهى نهيا جازما عن الشرك به وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله وحده فوكافر مستكبر فأبى واستكبر وكان من الكافرين ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك ومن عبد الله وحده فهو ذلك المسلم المخلص والشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه كل شرك جاء في الشريعة تضمن إخراج الإنسان عن دينه هذا هو الشرك الأكبر هو الخروج من الملة والشرك الأصغر هو كل عمل من الأقوال والأفعال أطلقه الشارع وصف الشرك عليه ولكنه لا يخرجه من الملة وينبغي للإنسان أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به نتوقف عند هذا القدر وفي المجلس القادم نبدأ نتكلم عن هذه الأصول نتكلم عن هذه الأصول صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين